قالت نقابة الصحفيين اليمنيين انها وثقت 17 حالة انتهاك ضد الحريات الاعلامية خلال الربع الاول من العام الجاري 2024 واضحت نقابة الصحفيين في تقريرها الربعي ان الانتهاكات الموثقة شملت حجز الحرية والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية والتهديد والتحريض على الصحفيين والمصادر والملع والإيقاف والمحاكمات والاستدعاء والترحيل القصري لصحفيين من دول اجنبية واشار التقرير الى ان جماعة الحوث ارتكبت 29% من اجمالية الانتهاكات ومثلها الحكومة الشرعية بما توزعت بقية الانتهاكات على جهة اخرى ولفت التقرير الى انه لا يزال ستة صحفيين معتقلين لدى اطراف مختلفة منهم ثلاثة في معتقلات ميليشيا الحوثي هم وحيد الصوفي ونبيل السداوي وعبدالله النبهاني وصحفيين اثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن وهم احمد ماهر وناصح شاكر وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضر موت منذ العام 2015 هو محمد قائد المقري اشتركوا في القناة